أريد أن أعرف ما هي أبعاد علاقتك بإسرائيل علاقتك بإسرائيل أنت هواك صهيوني وهويتك صهيونية لكن أريد أن أسمع منك علاقتك بإسرائيل هل مع إسرائيل ولا ضد إسرائيل بالمناسبة علاقتكم مع إسرائيل لا توجد علاقة اتصال دائم ومباشر ولكن هي ليست في حالة حرب ولكن ليست في حالة سلم نحن مختلفون مع إسرائيل تقول أنك مختلف مع إسرائيل لكن يبدو أن هناك اعتراف آخر وهناك لبس وهناك تناقض قلت في حديث آخر بأنك مع إسرائيل وبأنك بتدعو وتتمنى لإسرائيل أن تكون وتتجول في قلب قطر ألم تقول هذا؟ أريد أن أرى الإسرائيل في قطر في سعودية عربية وإيجبت وكل مكان أريد أن أرى الإسرائيل أن يكون هناك من أجل أن يكون هناك من أجل في مدينة عربية وإيجبت وإسرائيل ماذا عن إيران؟ أيها السمصار الأكبر بتتحدث عن إيران بأحاديث متنوعة لكن أريدك أن تخبرنا ما هو تعليقك ما هو رأيك؟ ما هو رأي حكومتك في إيران؟ هل تقبل عمل عدائي ضد إيران؟ نحن لن نقبل لن نقبل واضحة حتى سطرين لن نقبل أي عمل عدائي ضد إيران من قطر فولستوك علينا أن نسعى جاهدين لإيجاد علاقة طبعية مع إيران لذلك أفضل شيء هو أن نتحدث مباشرة مع الإيرانيين أنا أريد أن أرى حواراً وأتمنى أن أرى حواراً جدياً مع إيران لكنك قلت من قبل بأن إيران بتعبث في المنطقة وإيران بتسير أكثر من عاصمة عربية وبتجعل من هذه المنطقة منطقة غير مستقرة أذكرك بهذا أم تعترف بهذا؟ هناك بعض المشكلة في المنطقة أحدهم هي أن إيران تحيير في المنطقة أعتقد أنه لا يحيير التحيير لا يؤمن هذا وأنا أقول هذا أبداً أقول أن إيران تحيير في المنطقة باعله في يمن في سيريا في لبنان في إراء وإذا كنا نجح لتحيير إيران علينا أن نكون أموري لا أقول أنهم بمشكل بأسفل أقول أنهم بمشكل بأسفل